سانسيتس are proof that endings can be beautiful too هسه ان شاء الله راح نبدي هسه نحاول نشرح مواضيع من سيستمات مختلفة بالباطنية اللي هي داخلة بالبلوبرنت الوزاري واللي احنا يا اما ما اخذناها نهائيا او ما غطيناها بشكل كافي فطبعا من ضمنه هسه سيستم الاندوكران احنا بالرابع اخذنا بس الثارد ومحتى الثارد ما كمان نحاول نبدي نشرح الاشياء الداخلة بالبلوبرنت الوزاري اكو مواضيع من سيستمات مختلفة يعني مو شرط راح التزم بالتسلسل مو شرطة يعني ااخذ اشياء من سيستمات مختلفة نغطى اللي نقدر عليها ونساعدكم ان شاء الله تمام واكو مواضيع انا حاول اشرحها هي نهائيا حتى ما راح تلقون الها شرح صراحة يعني اه زيان قنوات ثانية او شي يعني اللي هي موجودة لكن بالمصدر وداخلة بالبلوبرنت الوزاري فهذا خل ابدي بالادرينال انسفشنسي موضوع مهم واكيد هو داخل فمثل ما تعرفون ادرينال اقلاند هي اللي خلن راجع لكم شوية اناتومي ادرينال اقلاند موجودة فوق الكيدني زيان مين تتكون الادرينال اقلاند كابسولة تغطيها تمام وجوه اكو كورتكس وجوه اكو مدلة اذا كابسول كورتكس ان مدلة زيان المدلة مثل ما تعرفون المدلة هسا مو شغلنا المدلة هاللي تفرز الكاتيكول عمان ادرينالين ونور ادرينالين مو شغلنا حاليا احنا هسا جاي نحكي جاي نحكي عن ادرينو كورتكال انسفشنسي يعني الكورتكس بيها مشكلة ما جاي تفرز الهرمونات المفروض تفرز هزين هي المفروض الكورتكس اشتفرز الكورتكس مثل ما تذكرون تتقسم الى ثلاث مناطق زون اقلوميرلوزة الثاني هاي الكابسولة الفوق نجي اول منطقة الزون اقلوميرلوزة هاي تفرز الماينرالو كورتكويد يعني الاد say repeatedly زين وعدى الفاسيكلاتة الماينرالو كورتكويد يعني الكورتيزول الستيرويد الماينرالو الا الاستيرويد الماينرالو الماينرالو كورتكويد الرتكولارس تفرز الاندروجين زين من يصير عدي ادرينو كورتكالEN مشكلة بالكورتكس رح يصير deficiency بهذن مو شرط كلهن تمام الاندروجين هسه هو مؤكيد ممكن يصير بي deficiency بس هو يعني مو هو الميجر احنا الخطورة هنا الخطورة اذا صار deficiency بالغلوكو كورتيكويد والمانرالو كورتيكويد تمام يعني بالكورتزول والالدستيرون هذا من يصير به deficiency رح يبدي هذنه من يصير به deficiency رح نبدي بال adrenocortical insufficiency والmanifestation طبعا مو شرط الثينات ممكن شنو ممكن مثلا عادة ايه يعني او ممكن يعني مو شرط الثينات ممكن بس القلوكو كورتيكويد مثلا ما نرانو ممكن الالدستيرون ما يتأثر فحسب هسه هاي رح نتوسع بيها اكثر بس عرفوا يعني الكورتز بيها ذنى لثلاث مناطق الجلوميرولوزا هيتي الفاسيكولاتا هيتي والريتكولارس هيتي زيان وقلنا احنا هسه جاي نشرح الادرينو كورتيكال يعني الكورتكس دني لثلاث مناطق ممكن يتأثرا وقلنا مو شرط ثلاثة هن هسه رح نعرف حسب هل هو برايمري هل هو سكندري وهسه رح نعرف شنو الفرق بيناتهم إذن هو إن أدكو السكريشن أو في كورتزول يعني جلوكو كورتكويد أو الالدستيرون ما حت يعني الاندروجين هو الاندروجين أكيد ممكن يتأثر بس هو مو ميجر فالشي ميجر بحيث نخلي كل شي شي مهم بالكريتيريا تمام الاندروجين أكيد أهمية أقل من الكورتزول والالدستيرون تمام فلو كورتزول لو ألدستيرون زين وهم شي طبعا ههم شي هو نقصان الكورتزول هو نقدر نقول الميجر طبعا هي ممكن تكون فاتل خاصة من تكون أكيوت على شكل ممكن تكون فاتل وحسه أنا عرف ليش ممكن تكون فاتل طبعا تحتاج اندكس نحن نشوف أن المانفستيشن مالتها يعني لا نسبة سيفك يجيك البيشن فاتيج يجيك البيشن ويتلوس وفاتيج يعني انت ما تفكر يجوز بها بس هي يعني انت شن انكسبليند يعني اكسكلود اخر كنديشن رح تفكر انه هذا الادرنال انسفشنسي فانكسبليند فاتيج ضغطة يقيل هايبوتنشن تمام ومثلا رفراكتري هايبوتنشن رفراكتري توتريتمنت زيان أو هايبوناتريمي وهس رح نعرف ليش هايبوناتريمي بس خلوها انه هي تحتاج index of suspicion نزيل وهس رح نعرف الكوز هي most common cause هي secondary احنا لدينا primary و secondary خل رجاء لكم شوية الاكسز مثل ما تعرفون احنا لدينا hypothelamic بتاتري adrenal excess تمام الحايبوثنميس تفرز CRH اللي هو cortisone releasing hormone تمام هايبوثنميس يأثر على البتاتري يخليها تفرز ACTH adrenocortico tropic hormone تمام اذن CRH اللي هو cortisone releasing hormone او corticotropine releasing hormone ينفرز من hypothelamic يأثر على الادريناء على البتاتري البتاتري رح تفرز ACTH اللي هو adrenocortico tropic hormone والACTH يروح الادريناء لقلاند شي سوي يخليها تفرز كورتيزول و اندروجين حيخلوها ببالكم انو الACTH من يروح الادريناء لقلاند يخليها تفرز كورتيزول واندروجين ما لا علاقة بالماينرالو كورتيكويد يعني ما لا علاقة بالالدستيرون الACTH من يروح لقلاند يخليها تفرز كورتيزول واندروجين اما الماينرالو كورتيكويد فما لها علاقة من اللي يحفز هذا يحفز رينين انجوتنسين والدستيرون سيستم تمام فذاك يشتغل بالرينين انجوتنسين والدستيرون اما الACTH في الكورتيزول الاندروجين فقط فهيخلوها ببالكم لازم تعرفوها زين شو الاشياء اللي هي اصلا تخلي هذا الACS يتفعل يعني شو الاشياء اللي تخلي الحيبوثانميس تفرز CRH واللي يروح للبيتتري يخليها تفرز ACTH واللي يتروح لأدنى اللي يخلي يفرز غلوكو كورتيكود واندروجين شنو سترس اي شخص يدخل بحالة سترس يحنا يصعد عندنا الكورتيزول ليش لان هذا الACS يتفعل فالبايشنت دخل ببين سترس يتفعل الكورتيزول البيشنت مثلا انفكشن عند بايروجين يعني شنو فيفر بايروجين يعني في شي يسوي لك فيفر مثلا انفكشن هذا ايضا يصعد الكورتيزول لذلك احنا اي بيريد مالسترس بين انفكشن سيرجري تراما كلها هاية هي تفعل لك الحيبوثيلميك بتتري حتى تفرز كورتيزول لذلك احنا نسميه سترس هرمون تمام فهنا هذني الاشياء الحيبو غليسيمي ايضا حتشيناها بمحاضرة الحيبو غليسيمي انه مثل ما تعرفون الكورتيزول هو يرفع البلد شغر يرفع لغلوكوز فاحنا من يصر عندنا هايبو غليسيمي يتفعل هذا حتى يرفع لي الكورتيزول يرفع لي لغلوكوز العفو تمام من ضغط ينخفض ايضا يتفعل هذا السيستم تمام الحيبو بثير حتى ايضا الكورتيزول يشتغل الكاتيكولامين زين ويسوي انهانزمنت له فمن انخفض ضغطك ايضا يرتفع لك الكورتيزول بنفس الوقت من انخفض ضغطك رح يتفعل ايضا الرينين انجي تنسين الدستيرون وينفرز الدستيرون بس ذاك بغير ميكانيز فحاي خلوها ببالك تمام زين هسا هيا افتهمنا عشان الاشياء اللي ممكن تسويلي زين رح نشوف انه الموست كمان كوز هو السيكندري زين اللي هو ACTH ديفيشنسي يوجوالي بكوز انابروبيات وذراول أو كروني لوكو كورتيكود أو أبيتتري تيومر احنا قدنا برايمري وسيكندري شين اللي برايمري شين السيكندري البرايمري يعني الخلل وين بالأدريناليقلاند نفسه هاي الأدريناليقلاند بيها مشكلة زين ممكن ليش مشكلة هسر رح نعرف شين ليش ممكن اوتو اميون ديزيز ضربها ممكن انفكشن ضربها ضربتها ممكن صار بيها همورج ممكن صار بيها ترومة ممكن رادييشن تمام فالبرايمري انه هي الأدريناليقلاند نفسه تنضرب زين زين اذا الأدريناليقلاند انضربت يعني بعد ما تفرس كورتيزول قلل كورتيزول تمام قلل كورتيزول ومن تنضرب هي الأدريناليقلاند نفسه ايضا حتى الألدستيرون رح يقل زين اذا من تنضرب الأدريناليقلاند نفسه ببرايمري راح الكورتيزول يقل والألدستيرون يقل لان هي الكلاند اللي تفرس ان الهرمونات انضربت زين فالكورتيزول طبعا الاندروجين ايضا يقل زين من القلاند انضربت نفسه رح يقلن ثلاثة يقلن زين وحسب الديقري اوف ديستركشن تمام اللي يضربهم زين من ان يقل عندي الكورتيزول رح يبدى شنو الاي سي تي اش يصعد هو الكورتيزول يسوي احنا قلنا سيار ايج يفعل بيتاتاري البيتتاري يفرز اي سي تي اتش يحفز لعدنا إذا الكورتيزول قل تمام من يقل للكورتيزول رح يبدى شنو الاي سي تي اتش يصعد كريفلكس فيدباك اللي نحن نعرف الكورتيزول هو يسوي انهبيشن الهن كورتيزول من يفرز يوقف البيتتاري ويوقف العبثة المسي يقول لها كافي بعد ما احتاج اني تطيني اي سي تي اتش وهاي خلاص إذا الكورتيزول قليل راح يبدو الـ ACTH يصعد فاحنا راح نقسمها على هذا الاساس اذا هسو الـ primary انه الـ Adrenaline gland انضربت نزين فقل الكورتيزول وذني ايضا قلت وقلن وياها من الكورتيزول قل راح الـ ACTH يصعد اذا الـ primary disease هو انه الـ ACTH صاعد كرفلكس الـ primary يعني الـ Adrenaline gland نفسها انضربت فمن الـ Adrenaline gland انضربت وقلن ذني خاصة من قل الكورتيزول راح كـ reflex الـ ACTH يصعد اذا الـ primary عرفاني انه الـ ACTH صاعد زين شن الـ disease primary اللي ممكن يضرب الـ Adrenaline gland طبعا الـ primary يسمي اني Edison disease اذا الـ primary Adrenaline disease يعني الـ Adrenaline نفسها انضربت اسميه Edison شنوه ممكن يكون Autoimmune انضربت بـ Autoimmune سواء أسبوراديك وحدها الـ gland انضربت ومرات بولي اندوكراين يعني مضربه الثايرود مضرب البنكرياس وعنده دايبيتز مضرب برانيشيس انيمية فيتلايغو اثر اوتو اميون ممكن انفكشن الـ TB ايضا يضرب الـ Adrenaline gland ممكن Adrenaline TB ممكن HIV يضرب الـ Adrenaline gland نفسه ممكن متستاسيس to the Adrenaline gland ومرات بايلاترال مرات احنا بالكوشنج سندروم اللي هي عكس هاي الكنديشن بالضبط كوشنج زيان اللي هو بالعكس عندي هواي زيادة بالكورتيزول وادرنال كلش جي تشتغل والسويلي منفستيشن اضطر اسوي ادرنال الاكتومي زيان بايلاترال طبعا هذا من يصير بايلاترال ادرنال الاكتومي بعد ما اكو كورتيزول فايضا شنو فهذا ايضا نعتبره برايماري ادرنال هي نفسه ما جاء تشتغل زيان وكورير كوزيز ممكن ايضا السويلي ادرنال يعني برايماري اللمفومة اذا ضربت الـ Adrenaline gland الهموريج طبعا الهموريج ادنفت كنديشن يسموه موترحاوس فريدركسون سندروم اللي هي منينجو كوكال سبسيز البيشنت اللي يصير اده ينضربه بنيسيريا هاي البكتيريا النيسيريا مينجيتيتز اللي يسوي لك مينجايتس اذا اصوي السبسيس سبتيسيميا بيها في ادرنال الادرنالي قلاند يسوي لك هموريج ويدخل هذا طبعا البيشنت من يصير اده مينجو كوكسيميا يعني ان النيسيريا مينجيتز تسوي السبتيسيميا وسوت لك ووترحاوس فريدركسون يعني همرج بالادرنال رح يدخل ايضا بDIC ويصرعدهم بربرة فهذا ايضا ممكن انفلتريتز مثل الاميليدوسيز يضرب كل الاجلاند هذا والهيمو كروماتوسيز خاصة بجماعة مثلا ثلاثيميا ثلاثيميا ورسيف بلد ترانسف يوجينز فيصرعدهم ايران اوفاللود هيمو كروماتوسيز ال ايران اوفاللود هذا على الادرنالي قلاند ممكن ايضا يسويه تمام ومرات هي الادرنالي شبيهة بيها لا يعني هي ما تقدر تفرز شنو ما بيها الانزايمز الكافية اللي تفرز بيها الكورتيزول فعدي كونجنتا ادناها بربليجيا تمام اللي هو القلاند ما جاي ما عدها الانزيمات الكافية حتى تصنع كورتيزول زين فشنو فطبعا الاي سي تي ايش ايضا رح يرتفع ماكو كورتيزول هذا الاي سي تي ايش من يرتفع يسوي هايبربليجيا بالاقلاند فيسموها كونجنتال ادرنال هايبربليجيا وعندنا دراجز المشهور كلش اللي 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 لازم تعرفوه هو الكيتو كونازول اللي هو انتيفنغل طبعا هذا شنو هو يسوي يعني يعني فحتى مرات يستخدموه بالكوشنج هو بايشن عنده كورتيزول هواي يضطي كيتو كونازول حتى يسوي الى سابراشن اذا دراجز مثل كيتو كونازول يسوي انهيبشن للسنثيس أوف كورتيزول فأيضا رح يقلل الكورتيزول تمام الكورتيزول سنثيس فأيضا الاي سي تي اش رح يصعد لان الكورتيزول قل والإيتوميديات الإيتوميديات هذا اي في انستاتيك للانستيزي ايضا زين وهذا ايضا الدراج مو كلش يعني مشهور ذان الكيتو والإيتوميديات هذا انستيزي اخذنا العام هذولا يقللون السنثيس أوف كورتيزول أما السكندري لا السكندري يعني لا هنا مو الإدريناليجلاند المشكلة مو بالإدرينال تمام المشكلة هنا إنه لو الحاوبوثة المس مضروبة إتيومار ترومي رادياشن لو البيتتري مضروبة جيد فشنو راح يقل الـ ACTH من يقل الـ ACTH راح يصير سبريشن للإدريناليجلاند طبعا من يقل الـ ACTH وهنا بس الكورتيزول والأندروجين يقلن فقط بس دولة لأنه نحن قلنا أنه الACTH ما لا علاقة بالألدستيرون تمام الACTH ما لا علاقة بالألدستيرون زيان فبس الكورتيزول والأندروجين رح يقلن طبعاً أكو فتيشي يسموها أنه هذا الألدستيرون يكون dependent على الACTH بحيث من يقل الACTH حتى الألدستيرون يقل حيث يدرى الكنيشن ما لكم علاقة به لا تعقلون نفسكم المهم إذن بالسكندري من الACTH يقل أو الCRH يقل زيان راح يقل بس الكورتيزول والأندروجين والألدستيرون ما راح يقل تمام فيجي هذا الpatient manifestation of glucocorticoid أو أندروجين deficiency without الدستيرون ليش ممكن يصير أهم وهو الموست كمن كوز بالحقيقة هو هذا السكندري هو أولين السكندري مور كمن دان برايمري السكندري وأكو مراتي سموه تارشري زيان السكندري والتارشري هم مو نفس الشي يعني المشكلة السكندر عادة المشكلة بالبيتتاري التارشري المشكلة بالحابوثالمس فلا تعقدواها عليكم وهي السكندر أو تارشري is the same الACTH راح يقل هو أهم شيء هو withdrawal of suppressive glucocorticoid therapy patient ياخذ steroid long term هو ياخذ exogenous هو patient ما أشي على exogenous steroid يعني whatever the reason for any cause يعني عنده مثلا rheumatoid arthritis عند SLE عند أي inflammatory condition ياخذ steroid chronic هو ياخذ exogenous exogenous steroid exogenous glucocorticoid من هذا ياخذه ش راح يصير negative feedback مو مزيلا على الحابوثالمس وعلى البيتتاري راح شنو هذا exogenous يسوي suppression يسوي negative feedback فرح شنو يقلل CRH ويقلل ACTH راح يقل لني تمام لو لا زين إذن patient هو ما أخذ exogenous glucocorticoid زين يعني هسه عنده cortisole بس exogenous سوي suppression للحابوثالمس والبيتتاري وقل هذول قل زين فصار عند ACTH قليل زين شلون راح يدخل بadrenaline insufficiency من إذا سويت abrupt withdrawal فجأة وقفت هذا exogenous steroid أو cortisole فجأة وقفت زين أنا فجأة وقفت وأصلا CRH والACTH إنه قليلات أنا مسوي suppression ولفترة طويلة حال عدرنا لغلاند أنت من موقف عليها CRH والACTH لفترة طويلة ش راح يصير بيها أتروفي تمام إذن أنت من ما أخذ exogenous steroid لفترة طويلة يصير أتروفي بالإغلاند لأنه لا ACTH يحفز ولا عبد أنت مشي وضعك كل بالإكسوجينس فمن أنت مشي وضعك بالإكسوجينس والACTH سويت لسوبراشن وحايل عدرنا على الإغلاند راح يصب بها أتروفي بسبب نقصان الACTH لذلك إحنا أي بيشنت على إكسوجينس ستيرويد لفترة طويلة لازم شوية شوية يقللهم حتى يضطي تايم للACTH يصعد ويرجع يحفز الأدرنا لغلاند حتى ترجع لكن إذا التفجأ وقفت هذا وACTH قليل وهذه هي بها أتروفي لأن كرونيك لإنت مسوي لها سوبراشن راح تدخل بكريس زين مرات هو ماشي على إكسوجينس ستيرويد تمام وما وقف لا ما موقف هو ما وقف فجأة هو لا إكسوجينس ستيرويد بس صار قد سترسف الكنديشن مثلا سيرجري أو تروما إنت بهيج حالة تحتاج إديشنال كورتيزول موت بحي البيريد فإنت ممكن تدخل أيضا بإنسوفيشنسي ديورن حي البيريد زين لذلك إحنا مرات لازم نزود الدوز مالت الستيرويد بالستيرويد تمام ليش لأنت تحتاج مور فحيخلوها بالبعلكم إنه إنت ماشي على كرونيك استيرويد يمسوي لك سبريشن لل هايبوثالمس والبيتتري اي سي تي اتش و سي عراج ماكو الإدرينال اللقلان بدت تصير أتروفي سبريشن ماكو شي يحفز فلازم اقراج والوذي دراور للستيرويد حتى ترجع الإدرينال اللقلان تشتغل إذا التأبر هبت توقفتها فرح يدخل ب كرايسيز بس احنا قلنا هذا أبو الاكسوجين السيرويد شنو واللي رح يسوي سبريشن ال الاي سي تي اج ال الاول دوستيرول ما لا لا علاقة لا يتأثر بس الكورتيزول والاندروجين تمام فهيخلوها أبالكم ومرة إذن هسا السكندري اللي هو الاي سي تي اج قليل قد يكون هو لأن يأخذ استيرويد وقلنا هي سبريشن لل اي سي تي اج او ممكن هي بيتي تري او حيبو ثالمي دي مثلا اديناما كرينيوفارنجيوما رادييشن تروما انفلتريتيف دي سوردر تضربها زين بحيث تقلل زين إذن هسا أنا شون أفرق برايمري لو سكندري أحسب الاي سي تي اج اي سي تي اج صاعد معناتها هاي الأدران اللي هي نفسة بها مشكلة اي اي سي تي اج قليل يعني هاي سكندري والموست كمن هو السكندري وعادة الموست كمن هو الاكسوجين نستعرفون الاستيرويد كلش كمن يوز فإذا صار رابد وذراور رح يدخل بحي المشكل زين الادسين وال الكونجين الادران اللي هي البرائمر إذن ني ذو الارير نيجي هسا كلينك لشون رح يجي البيشين ولازم نفرق هذا هو اهنان رح نشوف أكو منفستيشن هسا البيشين تختلف هي برايمري لو سكندري تختلف أكو منفستيشن of gluco corticoid insufficiency يعني الكورتيزول ما موجود وأكو منفستيشن of aldosterone وأكو منفستيشن إنه الACTH إذا زايد وأكو منفستيشن of androgy تمام نجي ال gluco corticoid insufficiency high universal يعني هو اي بيشين قد الادرين على الجلاند زين بيها insufficiency سواء هي سواء primary أو secondary هو هذا عنده manifestation of gluco corticoid يعني عنده الكورتيزول ما جاي يشتغل تمام سواء primary يعني ادران الجلاند هي ما جاي تشتغل أو قلنا سبراشن اللي الACTH ما دي يحفزها الكورتيزول أو gluco corticoid دائما هي يشوف بكل الحالات عنده الشخص manifestation زين عنده سواء ادران اللي المضروبة أو secondary cause فهي دائما هاي المanifestation مالة اللي gluco corticoid insufficiency موجودة زين ما تهمني سواء ادسن يعني البرايمري أو البتتري ما جاي تشتغل أو انا ممشي على اكسوجينس وفجأة وقفته أو كونجينس الادران الهبربلية لازم اكو gluco corticoid insufficiency نفسها مضروبة فهو اكيد رح يتأثر واذا الACTH قل اكيد يتأثر لينجلنا الACTH يحفز الكورتزول يحفز الاندروجين تمام بينما الالدستيران رح نشوفه انه ما يتأثر اذا كان secondary cause يعني اذا الACTH قليل بسبب وذدراول أو بيتتري ما جاي تشتغل ما عند البيتتري ما نقص عن الالدستيران مثل ما قلنا إذا البيتتري مضروبة أو الحيبوثلمس مضروبة يعني secondary cause الالدستيران ما لا علاقة ليش لأنه ما لا علاقة بالACTH الالدستيران يتأثر فقط إذا كان patient primary يعني Edison autoimmune أو ذن الكوز اللي حتيناها يعني ادرنا نفسها نضربت أو congenital ادرنا بلا نفس الفكرة اللي هي الدفكت بيها بالانزام زمالته زي خلنشوف شنية المنفستيشن مع النقصان اللي جلوكو كورتيكويد يعني الكورتيزول يصير weight loss يصير aneuruxia مثل ما تعرفون الكورتيزول الاستيرويد تسمن فإذا ما موجودة إذا عندنا نقص بيها يصير weight loss تمام weakness and malice دائما لأن هي تططاقة تمام تططاقة بأكثر من ميكانيزم لأن مثل ما تعرفون الكورتيزول هو يرفع لك blood sugar blood sugar كورتيزول يرفع لك glucoz فإذا ما كو رح الpatient شنو ما عند يصير قد hypoglycemia في يصير قد malice يصير قد weakness يصير قد weight loss nausea يصير vomiting and nausea تمام ممكن diarrhea ممكن constipation GIT disturbance يصير لأن أيضا هي تدخل بكل الجسم هي الهدور يعني يصير عندهم GIT disturbance vomiting زين ويصير عندهم postural hypotension إحنا الكورتيزول قلني يشتغل with catholic amine enhance the catholic amine فمن الكورتيزول القليل catholic amine زين اللي هي تنفرز من المدلة أو من sympathetic nervous system رح ما تشتغل بذاك الشغل فالpatient يصير عند hypotension لكن postural يعني at rest وبالسباين يجوز ما عندي لكن من يوقف زين لأنه أول ما توقف أنت لازم السمبثتك والأدرينال مدلة تشتغل تفرز catechol حتى تحافظ على ضغطك من أول ما توقف أول ما توقف أنت لأن gravity رح تسحب الدم لجوه تحتاج catechol حتى يشتغل فمن ما كورتيزول شوية catechol ما تشتغل عدل فيصير postural hypotension طبعا ممكن يدخل بشوك تمام وهس رح نعرف لأن نفس الشي catechol أمان ما جا يتشتغل وأيضا رح يصير عدة شنو loss زين fluid loss فأيضا ممكن يدخل بشوك زين ف الفلويد اللوس يصير باليورين ليش لأن الكورتيزول أيضا إلي دور بالreabsorption of fluid عن الكتروليت هو مين للمان الألدستيرون هو اللي مسؤول عن صادم ووتر ريتنشن بس حتى الكورتيزول إليه ممكن دور تمام وأيضا لأن هي أنت تحتاج الكورتيزول كسترس رسبونس فإنت إذا ما عندك كورتيزول يصير شوك لأن ما ك أبروبريت سترس رسبونس تمام زين بس الشوك أكثر شنشوف بالحقيقة هنا بالمان الألو كورتيكويد وقلنا قلوكوز رح يقد وإيضا الكاليسيوم يرتفع الكورتيزول يقلل الكاليسيوم بهواء ميكانيزم يقلل الابزوبشن من الكاليسيوم من الجي آيتي الكورتيزول وأيضا الكورتيزول إلى دور أنه يطرح الكاليسيوم باليورين فلذلك إحنا هس واحدة من الشخص اللي عنده كاليسيوم زايد شنطي أنتي ستيرويد إحنا واحدة من الانز ان البيشن عنده كاليسيوم زايد أنتي ستيرويد ستيرويد رح تلعب دور أنه تقلل الابزوبشن من الجي آيتي تطرح الكاليسيوم باليورين وأيضا توقف الفايتامين دي زين فمن رح شنو يسير accumulation of chalysiوم hyper chalysiوم وش يصير عندنا chaybonatremie بس delusional chaybonatremie إحنا ماذا ما قلنا لكم مين اللي اللي يسوي salt and water retention يعني اللي يسوي sodium reabsorption reabsorption وياه الwater ويسوي potassium excretion مين اللي هو aldosterone تمام مين اللي هو اللي يسوي sodium and water reabsorption وبتعسم excretion aldosterone هو مين اللي وهس رح نشرح بال ما نرى لكم زين لكن حتى الكورتزول من يقل أيضا رح يصير شنو فإحنا الآldosterone إذا قل هو الآldosterone يسوي sodium and water reabsorption and excretion of potassium هذا aldosterone هو اللي يسوي reabsorption للصوديوم واللواتر وexecretion للبتعسم فإذا هذا قل بالمين رح يقل للصوديوم reabsorption فش يصير حيبوناتريني بس شسميه ديبليجين يعني هو هو ترولي ترولي فعلا الصوديوم ماذا يصير لريابزوربشن وبالتالي الصوديوم إذا يطلع باليورين فيصير حيبوناتريني يسموه ديبليجين يعني ماذا يصير ريابزوربشن طبعا الووتر ماذا يصير ريابزوربشن فيصير يطلع باليورين فيشوك البيجين تمام والبوتاسيوم يصير لإكسكريشن فيصير حيباركاليمي حيب بالمين اللوكورتيكويد إذا القل ديستيرون قل لكن حتى القل الكورتيزول من يقل أيضا يصير حيبوناتريني بس يسموه ديليوجين شنو هاي ديليوجين ليش آن الكورتيزول يقلل الـ ADH الـ Antidiuretic هرمون تمثل ما تعرفون الـ Antidiuretic هرمون شنو دوره من اسمه Antidiuretic يعني يمنع الـ Diurese يسوي Water Reabsorption الكورتيزول الـ ADH الـ Antidiuretic يسوي لي Water Reabsorption بس Water الـ Antidiuretic بس يعيد من تسعص الماء طبعا الكورتيزول هو يقلل من يقل الكورتيزول رح يصير يزداد الـ ADH يزداد الـ Antidiuretic فمن يزداد الـ Antidiuretic هرمون يصير Water Reabsorption تمام فيصير Excess Water Reabsorption فيصير Dilution الحيبونتري يعني الصوديوم يتخفف هو الكورتيزول ما إلى دور Directly إنه يسوي Reabsorption للصوديوم نزين فمن يقل الكورتيزول ما يصير ديبليجن بالصوديوم مثل ما صعر بالـ Mineralocorticoid لا وإنه ما صعر لـ Dilution لأن الـ AD إذن هسا من يقل الكورتيزول يزداد الـ Antidiuretic من يزداد الـ Antidiuretic يصير Dilutional حيبونتريمية إذن الصوديوم رح يقل Dilutionally تمام إذن هاي هي المنفستيشن إذا قل الكورتيزول رح الـ Patient under fatigue weight loss والغلوكوز يقل حيبو غلايسيمية والكاليسيون قلنا يزداد لأن الكورتيزول هو يطرح الكاليسيون في سحاب الكاليسيمية ويصير Dilutional حيبونتريمية زين اللي هي بسبب شنو أن أنت دارت كورمون يزداد الألدستيرون إذا قل ما قل هو قل هذا يقل إذا الإدناء النفس هم ضربت بالإدسين يعني الـ Primary أو كونجنت إدناء هابر بليجي شرط هذا الإنزايم بشرط لأن كونجنت هابر بليجي 11,000 و 17,000 ذيش ما يسوى النقصان بالألدستيرون بالعكس الألدستيرون يزداد بهن ذيش بشرط الكونجنت العدناء هابر بليجي شرط ها 21 هيدروكسي راح يقل شنو راح يقل الألدستيرون فتبدأ يصير منفستيشن of insufficiency يعني تمام إذا من الـ Addison أو كونجنت العدناء بالـ 21 يقل الألدستيرون فيصير منفستيشن of insufficiency of الألدستيرون بينما قلنا بالسكندر ما ما لها علاقة لأن ACTH إذا قل ما لها علاقة بالـ الألدستيرون الألدستيرون هو رينين انجوتنسي زيشن المنفستيشن اللي ممكن تظهر على الـ patient إذا الألدستيرون هس قلنا هو الألدستيرون شي يسوي potassium excretion sodium and water reabsorption وبعد شي يسوي الألدستيرون sodium and water reabsorption وأيضا شنو بعد Hydrogen أيضا Hydrogen excretion أيضا تمام يسوي Hydrogen excretion تمام صح الألدستيرون يسوي sodium and water reabsorption ويطرح potassium ويطرح Hydrogen فإذا قل الألدستيرون راح يقل sodium and water reabsorption فشنو الووتر من يقيل صار shock الصوديوم من يقيل صار hybronetrinia بس deflation فعلا الصوديوم قليل زين إذا potassium excretion قل يعني يتجمع بوتاسيوم يصار hybronetrinia الزين Hydrogen excretion قل فشيصير قد acidosis فتصير ذاني هاي هي الملفستيشن يشوك وضغط يقل أكيد hybronetrinia هنا لا hybronetrinia فعلا ليش لأنه الووتر يبزورب كل الووتر ينطرح وhybronetrinia وacidosis وhybronetrinia طبعا acidosis أكيد هنا هي شنية metabolic acidosis طبعا ليش لأنه هنا الحيدروجين يتجمع زين والبيكارب يبدي ينطرح باليورين البايكارب فيصر metabolic acidosis زعته تم زين هس هاي هس افتهمنا زين إذن البيشن ابو افتهمنا هس المنفستيشن بالإدنى اللي هي نقصان الكورتيزول يصير بكل العنواء الالدستيرون يصير بس بالإدسن بالكونجين بالإدنى بالـ 21 زين عدي مانفستيشن مرات زيادة acth قلنا نحن الـ acth يزداد بالـ primary إذن الإدرنال هي نفسها مضروبة الـ acth راح شنو يصعد إدرنال هي نفسها مضروبة كورتيزول قليل acth يصعد طبعا فهذا وين نلقي الـ acth exit بالـ primary يعني بالـ addison وبالكونجين إذنى يزداد الـ acth فالـ acth من يزداد بالـ primary يعني بالـ addison أو بالكونجين إذنى هي بربيجية شي يسول acth يشتغل نفس الـ precursor مع الميلانوسايت stimulating hormone أبو الميلانوسايت أبو الميلانين فشيصير عدي الـ patient من يزداد يصير pigmentation بالـ sun exposed area بالـ pressure area بالـ elbow بالـ knees تلقي hyperpigmentation فما تلقي hyperpigmentation إلا بـ primary بس بالـ primary بالـ addison وممكن بالكونجينتال عدرينال زين تلقاه بس هنا تمام ما تلقاه بالـ secondary ليش لأن secondary هو الـ acth قليل بالـ primary الـ acth زايد تلقاه بالـ mucus منبرين تلقاه بمناطق الـ scar حتى بالكونجاكتايف زين أما الـ endrogen نقصان الـ endrogen الـ endrogen يقل بيهم كلهم يعني إذا addison أكيد رح يقل يعني إذا الإدران النفس عن ضربة أكيد رح يقل وإذا الـ pititari مثلا ما جاء تفرز ACTH لأنه يتأثر بالـ ACTH وإذا أيضا with drowel يعني أهم ACTH إذا قل رح يصير عدى الـ patient endrogen insufficiency لكن بالـ congenital adrenal hyperblagia لا ما يبقى أو الـ congenital adrenal hyperblagia هو الـ endrogen أصلا يسعد عدم hyperblagia لذلك إذا تذكرون أخذناها بالنسائية شي يصير ambiguous genitalia ويصير manifestation of endrogen ففي الـ congenital adrenal لأنه الـ congenital adrenal hyperblagia هذا الإنزايم من يقل رح يقل الكورتيزول تمام ويقل aldosterone أيضا مثل ما synthesis of endrogen تمام فالـ endrogen تصعد بالcongenital adrenal hyperblagia فما يصير عدى manifestation of insufficiency بالعكس يصير manifestation of hyperandrogenism عدى بجماعة الـ congenital adrenal hyperblagia لكن بذن البقية الـ endrogen من يقل طبعا الـ endrogen كميل ما رح يتأثر لأن الميل عنده testes هي المين source of endrogen لكن الفيميل من يتقل عندها الـ endrogen فش يصير عدى decrease باللبido بالـ sexual desire الـ hair ما لتها يقيل بالـ female تمام فإذا هذا الجدول كلش مهم يفسلك إذا الـ patient كان عند Edison شيس طبعا أبو Edison كلهم تلاحظوا لأن Edison ظارة بالقلاند نفسه autoimmune أو destruction كلهم رح يتبين عليه العلاظ typical congenital hyperblagia يبين أن كلهم ما عدى الـ endrogen قلنا يصعد عدهم الـ endrogen secondary يعني hypobituitarism أو هاي لا secondary رح يبين عليه نقصان الكورتيزول زين ورح يبين عليه نقصان الـ endrogen بس تمام قلنا لأنه هنا ما رح يتأثن aldosterone وهاي فايخلوها ببالكم الشون تفرقون بيناتهن زين بالـ endrogen either or may come first but eventually all patients fail to secret طبعا ابو الـ endrogen نحن قلنا كل الـ features يعني رح يتبين عليه هذا الـ primer اللي ضال بالـ glant نفس الـ autoimmune أو الذن اللي حتنا بس مرات هذا قبل هذا ومرات هذا قبل هذا فحسب لأنه ضال بالـ glant فحسب ينظر بتول الـ glomerulose والفاسيكولاتي eventually ثنينا رح يتأثر يعني يصبح الـ insufficiency بالـ aldosterone وبالكورتزول بس ممكن واحد قبل الثاني طبعا شي يجي الـ patient قلنا ممكن chronic وممكن يجيك على شكل crisis shock يعني بالـ acute stage بالـ chronic شي يكون الـ patient fatigue حتى depression لأن كورتزول لدور أيضا psychiatric وهاي فأيضا ممكن يصير قد depression زي weight loss أيضا uniform presenting feature weight loss قلنا خاصة بالـ primary زي أي patient يجيك hybronatremia يجب أن الـ patient عنده insufficiency وقلنا الhybronatremia ممكن تصير dilutional هنا وممكن حتى دبليج فأي patient يجيك hybronatremia تفكر هذا عنده insufficiency قد تكون primary قد تكون secondary لكن hybronatremia كل مهمة لأنه سصير بيهن كل hybronatremia حتى patient لا عنده عراض بس جاي hybronatremia يجوز هذا adrenal insufficiency بالـ acute stage إذا هو هذا patient صار عنده acute من acute إذا patient هو يأخذ chronic steroid وقف فجأ سيتخل بـ acute crisis إذا patient مثلا meningiococcemia waterhouse frederickson وصار hemorrhage sepsis وضربة l'adrenal هذا يجيك acute acute presentation شي يجي الpatient يشوق قلنا hypotension hyponatremia hyperkalemia مو قلنا هيا هنا نصير الhyberkalemia إذا ضربت l'adrenal 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 corticoid زين مو قلنا hypoglycemia hypercalcemia كل هيا حتشينا المنفستيش الإلكترول l'addisturbance ممكن يسوي muscle cramps وقلنا vomiting والديار حتشينا هيا ممكن يجي الpatient ممكن يجي الpatient زين فحيا افتح منها زين طبعا شن ليش يصير crisis إذا الpatient قلنا أنت تدخل ب crisis من الصب عندك fit condition تحتاج بها cortizol بس أنت مجاعة تفرز surgery infection intercurrent illness fit مرض ثاني any stressful condition يدخل بها patient انت يجوز ماشي على chronic بس ليش يدخل ب crisis لينصار surgery لينصار infection هنا لأن انت شنو كل تحتاج ذا نس stress hormone ف acute crisis قد يكون هي أصلا first presentation زين إذا ضربت الأدرين على إقلاند مثلا ب sepsis تهسك كل شي ما عندك عن صعبية sepsis والsepsis هذا خاصة المنينجو كوكسيميا ضربت الأدرين على الغلاند ها يجيك acute وممكن لا انت عندك chronic adrenal insufficiency لأي سبب وصار عندك surgery صار عندك stressful condition ودخلتك ب acute crisis وقلنا ذول الفيتلاي ممكن 10 إلى 20 بالأوتوم يعني هس الـ Edison شوف الـ التناقض اللي بي ممكن hyper pigmentation إذا زاد AZTH زين وممكن هو كـ autoimmune disease يصير ويا vitiligo يعني hypo pigmentation إذا صار ويا vitiligo تمام كمل إن شاء الله بعدين اشتركوا في القناة